أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار تبني كافة الجهات الحكومية للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم ويرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه نعم قال سموه أننا مستمرون في البناء على ما تحقق فما وصلنا إليه من مستوى إنجاز اليوم يجب أن يكون المنطلق لمستويات أفضل مشيرا سموه إلى همية تغديم الخدمات الحكومية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقمين بأعلى درجة من الكفاءة والمهارة والجودة والسرعة مع ضمان استدامتها جاء ذلك لدى تفضل سموه في قسلك ضيبية اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من المزراء والمسؤولين بتكريم مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم ثلاثة والبالغ عددها تسعة عشر مركزا وهي مركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة فرع المحرق مركز خدمات التخليص الجمركي المنفذ البحري شؤون الجمارك ومركز إدارة المعلومات الجنائية فرع المجمع الأمني في المحرق ومركز شؤون الجنسية والجوازات والإقامة فرع مدينة عيسى ومركز إدارة المعلومات الجنائية فرع المحافظة الجنوبية ومركز الإدارة العامة للمرور فرع المجمع الأمني في المحرق ومركز هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمات بطاقات الهوية فرع مجمع السيف المحرق التابعة لوزارة الداخلية ومكتب بريد سند ومكتب بريد مجمع البحرين ومكتب بريد الرفاع ومكتب بريد مدينة حمد ومكتب بريد البديع التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات ومركز بلدية الشمالية بمبنى عالي ومركز خدمة البلدية الشمالية في مدينة حمد ومبنى البديع ومركز خدمات المراجعين لبلدية منطقة الجنوبية والتابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومركز خدمات العملاء بمجمع السيف التابع لصندوق العمل تمكين ومركز ميناء سلمان التابع لهيئة تنظيم سوق العمل ومركز المحرق الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هنأ سموه الجهات الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية معربا عن اعتزازه بالجهود التي يبدلها القائمون على مراكز الخدمة الحكومية وما قدموهم تفان واتقان في مجال عملهم وما سطروه من نجاح يفخر به الجميع والذي مكنهم من الفوز بتصنيف الفئة الذهبية مشيدا سموه بالجهود التي قام بها أعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية في إجراء عمليات التقييم والمتابعة قال سموه أننا لدينا كامل الثقة في أبناء البحرين لمواصلة تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية لتحقيق المراكز المتقدمة ضمن برنامج تقييم بفضل ما يمتلكونه من روح تواقل ريادة ومحبة للإنجاز والتميز داعيا جميع المراكز الحكومية للإطلاع على تجربة المراكز الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية والاستفادة منها في التميز بتقديم الخدمة الحكومية للمواطنين والمقيمين وأشار سموه إلى همية مواصلة تطوير العمل الحكومي من خلال تعزيز روح الإبداع والابتكار وحب التميز والإنجاز من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن ومواصلة رسم السياسات ووضع المعايير التي تسهم في زيادة تعزيز البيئة التنافسية في تقديم الخدمات الحكومية وتبني المبادرات التي تضمن تطوير مستوى تقديم الخدمات الحكومية لتوافق تطلعات المواطنين والمقيمين من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون عن مراكز الخدمة الحكومية التي تم تكريمها اليوم عن شكرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتشريفهم بالتكريم مؤكدين أن هذا التكريم يعد دافعا لهم لبدل المزيد من العطاء وتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواصلة مسيرة التميز والإنجاز لمواصلة تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية كرم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 19 جهة حكومية حاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم ثلاثة وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسؤولين هذا التكريم ما هو إلا دافع لاستمرار هذه الجهات الحكومية في تبني كافة المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية من خلال تعزيز روح الإبداع والابتكار ويبرز التزامها التام بالنهوض والتطور الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين نحن فخرين في وزارة الداخلية برؤية سيدي جلال الملك المعظم ونحن فخرين أيضا بهذه الجائزة والتي تحسنها أيضا لتطوير العمل وإنجاز المهام في أسرع وقت وحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد على تقديم لنا هذه الجائزة لتقديم أفضل خدمات للمواطن المقيم وإنجاز المهام في أسرع وقت وتسهيلها على المواطنين كل الشكر موصول لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه الجائزة حيث تعتبر هذه الجائزة دافع لتطوير الخدمات وتقديم الخدمات وتسهيلها للمراجعين بشكل أفضل طبعا نحن فخورين للمرة الثالثة على التوالي أن يفوز مركز خدمة العملاء في مجمع السيف بجائزة تقييم وهذه الجائزة تعلينا الكثير في المؤسسة وتحثنا على المواصلة في خدمة العملاء بصورة أفضل وعن طريق زيادة الانتاجية وزيادة الكفاءة الموظفين وكذلك الحصول على أعلى درجات رضا العملاء الفوز بهذه الجائزة ليس تكريم كثير ما هو تكليف زيادة على أن نحن نواصل إبداعنا ونواصل تقدمنا ونواصل تقديمنا الخدمات للمراجعين بشكل أفضل وأسرع وبدقة أكثر نحن في مركز الخدمات المتكاملة جزء من هيئة تنظيم سوق العمل مركز مختص بتقديم الخدمة لأصحاب الأعمال من مكاتب تخليص المعاملات وأصحاب الأعمال نفسهم نقدم الخدمات التجارية وخدم المنازل ومن في حكمهم تطور مرحوظ يدعو للفخر والاعتزاز على كافة العصعدة لتعاضد وتكاتف أبناء البحرين من خلال تطبيقهم أعلى الممارسات القائمة على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزز أطر التواصل مع المواطنين والمقيمين على حد سواء تلبية لإحتياجاتهم بأعلى درجات من الكفاءة والمهارة والسرعة ويؤكد على حرص هذه الجهات المكرمة في مواصلة السير لتحقيق الرؤى الملكية السامية بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله جائزة منحت من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لم تأتي من فراق بل من منجزات مستمرة لا تنقطع التي نعاصرها في العهد الزاهر لحكم سيدي جلالة الملك المعظم لتثبت بذلك الجهات الحكومية أنهم أهلا للثقة في تحمل هذه المسئولية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين